خليني ابدأ معك الكريم الاول. نعم. انا عندنا اتنين بيتنافسه او فريقين بيتنافسه على القمة نادي الاهلي ونادي الزمالك. نعم. فريقين بيتنافسه. رأيك ايه في المباراتين الاخيرتين سواء لنادي الاهلي او نادي الزمالك. طبعا الاربع مباريات اللي باقي فيه الدوري للاهلي والزمالك اعتقد هي امور الفنية يا كبه الاسلام مش هتبقى. اللي جاية ولا اللي فاتت? اللي جاية. اللي جاية. اه. اوكي. اللي جاي. اللي جاي طبعا. مش عايز تتكلم فيه? هتكلم طبعا عليه طبعا. طبعا. هتكلم على كل. الجاي انا في وجهة نظري بيبقى معناوي اكتر منه نفسي. وعصد منه فني. يعني معناوي نفسي اكتر منه فني. طبعا اقتراب من اللقب اكيد بيبقى في المنبرات دي العزيمة والاسرار. وما فيش وقت بيني وبينك كمان. نعم. ما فيش وقت. بالزبط. والموديل بالزبط هو بيشتغل نفسي ومعناوي اكتر بيشتغل منه فني. وبرادة السابقة اعتقد يعني شفنا من النادي الاهلي يعني هنا من حفقات الاهلي هكلم عن النادي الاهلي. اه ربما طبعا واضح جدا جدا جدا. احنا بندفع ثمان حاجات كتيرة طول الموسم. اسسها الاجهات طبعا. نعم. نتكلم على اللعيبة فعلا وصلوا الدرجة من من التعب في موسمين متلاحمين. وبنتكلم على فريق حق اه دور الابطال الموسمين على التوالي. يعني طبعا لما نفتكر حتى اه الدوريات اللي كانت فى منتصف التلسيينات. كتة شبيهه بالدور اللي هت بتكلم عليه ده. اه. الخمسة وINT لت resilient كتابع وتسعين. كالدوريات الاثلي كان بيفنشة فشكل كويس. ليه? كان في فترات راحة بكون تاخدها و Seno. وما فيش مشاكل. لكن ربما بس احنا بانش الاسماعيلي يعني بعض الاخطاء اللي وقعنا فيها وما استثمرناش طبعا الفرص الكتيرة اللي جات لنا. على رغم من الاهلي كان افضل من الاسماعيلي في هده. ده كم الفرص يعني طبعا يعني حتى كاركوب. حتى اخر عشر ده ربع ساعة. ده ده الاسماعيلي يعني طبعا طبعا مجهودهم مشكور كناس لابه. طبعا لازم. طبعا. نادي الاسماعيلي سيظل ده ايما نادي كبير جدا جدا. طبعا. وسيظل تطلع. دايما بقول هذي الكلمة سيظل تطلع التالت في عالم كرة القدم. طبعا. ولكن احنا الانتصار في هذه المباراة. وكان عندنا بعض اخطاء. احنا اتمنى على المستوى الشخص احنا نتعلم منها عشان بعد كده. واحنا دايما في اعطاق المنزول الناد الاهلي. اه بنكتهد وبنسعى. بس لو ربا ساعة تعالى مش كاتب لنا البطولة مع دلوس مشكلة. خالص عشان بس. بالزبط. دي مش اخر. يعني مش اخر الدولة. انا عارفها اكتابس كلمة. قال المهندس عدل القيعي والاسوز ابراهيم المنيسي في ملك وكتابة قبل ما نخش. قاله ايه كلمة جميلة جدا. نعم. وكلمة ملهمة. وكلمة كويسة اوي. نعم. قالك ايه? قالك الناد الاهلي حتى لو وقع. لو لقدر الله حصل ووقع في بطولة. نعم. فبيحضر نفسه لست سبع تمن بطولات. صحيح. ده ده كلام حقيقي وبالمنطق. وعايز اخب بقى منه وكمل عليه. فضل. بدون شك بدون شك. الموسم الحالي. النادي الاهلي عانى من كم هائل من الاخطاء التحكمية اللي اثبتناها في حلقات كتيرة بالصوت والصورة والارقام كل شيء. سبتنا. لكن عمرنا في النادي الاهلي منذ ابد الابدين ما بنرجع خسارة اي شيء. او واحد بنتكلم الكم ده عشان نقول نقول ان شماعتنا هي التحكمية. احنا دورنا كميديا ان احنا بنقول للسادة المشاهدين والجمهور اللي بتفرج علينا. احنا بنجيب لكم كل الامور. بنقول هنا في مثلا خطأ حصل ضدنا. هنا في خطأ من عندنا. هنا في كذا. احنا بنجيب لكم كل شيء. ولكن في نهاية الحساب خالص احنا منظومة النادي الاهلي عمرها في تاريخ ما كان عندنا مسمى الشمعات او اي مبرر نبرر به اه مشكلة احنا. واعنا في احنا دايما بنقول لا جماعة حتى لو عشرة في المية بس خطأ عندنا احنا نعالجه عشان كما قالها باش مهندس ما قعد له القوعي عشان نتعلم من السكوت ده في بطولة عشان عشر بطولات